الناس لما بتاخد فلوسها وتحطها في الشهادات بيبقى عادة هي رافدين ما لهمش تقريبا تالت الرافد الاول انه هو كان عنده بالفعل فلوس محطوطة وديعة او شهادة يعني فلوس كانت موجودة في القطاع المصرفي ولكن بفايدة ولينة فيشوف مثلا شهادة بزي 18% اجل سنة فيقرر انه يعمل الحسبة بتاعته لقاها كسبانة فيكسر الشهادة الاولانية ويحولها للشهادة بالعائد 18 طيب وفي رافد اخر الاواه هو ان الفلوس دي كانت في الدلاب تحت البلاطة فبدل ما هي محطوطة تحت البلاطة فتتعرض لمسألة نسبة التضخم فعلشان حجم مضخاراته ما يقلش فيروح واخدها وحطتها جوه شهادة 18% عمليا شهادة 18% جمعت ما يقترب من 755 مليار جنيه مصري والان تيجي البنوك تقول يا جماعة استنفذت غرضها سؤال بقى يعني ايه استنفذت غرضها يعني تقريبا نسبة يعني كنا دايما بنشوف في الاول البنوك زحمة يعني بشكل مبسط والناس بتحط فلوس كتير او مثلا ممكن يكون في جزء طبعا ما قدرش ينكر في جزء بيفك الشهادات القديمة وبيحطوا في الشهادة الجديدة لكن لازم نحط في الاعتبار هي لمدة سنة واحدة بس يعني لازم نتفكر بعد السنة دايما هيحصل هتعمل ايه اه هتعمل ايه وطبعا يعني كان طبعا سعر 18% ده مرتفع ولكن هزي قلت هو الفترة معينة استنفذت غرضها يعني تقريبا خلاص ما فيش حد تاني بيحط إداعات رح توقفت وده كان حاجة طبعا متوقعة ثم عملوا شهادة لفترة أطول برضو علشان اللي عايز يتطمن يعني برضو فيه موطنين كتير يمكن أغلبهم أرباب المعاشات وكده عايزين دخل سابت وآمن حاوزي بعارف العقد السابت بتاعه لمدة المال ودول حقهم طبعا فئة مهمة جدا من الشعب المصري وحقهم وبالتالي هو هيبتدي يفضل الشهادة الجديدة اللي بتوبع على ثلاث سنوات لأنه بيعتبر انه خد فترة أطول طبعا برضو بيهمي الناس كتير برضو انها تحافظ على مدخرتها يعني لك أنا عندي فلوس عايزة حافظ عليها عايزة حافظ على قيمتها فبالتالي لما يكون في تضخم أو في عضا مستقرار في سعر خسار فهنا طبعا بتتأثر قيمة العملة أو نقول يعني يمكن ان العملة دي بنقول عليها مصدر لحفظ الصروة والاجتناز يعني انت تتدخل بيها فانت لما يعني أنا لو متدخل مثلا مئة ألف جنيه لما على التضخم اميتهم بتقل فانا اميتهم بتقل فبالتالي بحول اي حاجة تحوضني عن تقليل نسبة التضخم فبالتالي بتيدي أشوف اي استثمار وحط فيه ولكن احنا في مصر المصرين يميلوا بشدة إلى استثمارات معينة يعني إلى الاستثمار الآمن أوعية الدخارية مصرفية دي أمينة أوعية طبعا أوعية الدخارية أمينة بنسبة 100% لأن احنا يعني باختصار أو يعني هي شهادة يعني أنا عايز أقول ان الجهاز المصرف في المصري من أقوى لأجهزة المصرفية في العالم وانشال الاقتصاد المصري فترات طويلة يعني يعني الجهاز المصرف المصري بيحط في فلوسه هو متضم بالنسبة 100% مفيش أي حاجة ممكن تحدث لفلوسك البنك المركز المصري حاكم العملية دي وحاكم البنوك التجارية بشكل وعنده ضوابط أي بنك بيجي جديد بيشتغل في مصر وعنده ضوابط علشان دائما وأبدا هنلاقي أن فلوس وأموال المدعين في أمان تام جدا جدا داخل جهاز المصرفي المصري برضو فإنها عايز أقول الموضوع السعرفية ده حاجة فنية بحتة ترجمة نانسي قنقر